سلم أمرك لله ترتاع القصة التي وردت ومحن بصدرها الآن فيها من النآل التي والله لو ظللنا نغوص فيها حتى نستخرج ما يطمئن هذا القلب وما يسكن هذه النفس وما يريح هذه الأعصاب والله ما كفى والله ما كفى إلا أن يكون عندك ثقة في قدر الله لك وفي موعود الله لك وفي اختيار الله لك واعلم بأن الله ما ابتلاك إلا من أجل أن يصطفيك وما اصطفاك إلا من أجل أن يجعلك في مكانة وفي منزلة ما بعدها منزلة كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله دي أول درس يا مولانا الواحد بيستفيده قبل ما نخش في هذه الكصة ونغوص فيها الدرس الذي تفضلت به أيضا في موقف هذه الكصة في مناسبة هذه الكصة أن موسى الكليم كما تفضلت ولماذا موسى مع الخضر بالذات في هذه الكصة لأنك كما تفضلت أطول الأنبياء ذكرا في القرآن وقصصا في القرآن هو موسى عليه السلام ولذلك يمكن الإمام ابن كسير بيقول في بعض تفسيره بيقول في بعض تفسير قصة سيدنا موسى لو حق أن تقول بأن القرآن هو موسى فقل لو حق أن تقول بأن القرآن هو موسى فقل تعريبا ما فيش جزء في القرآن لم يرد فيه كل القرآن من أوله إلى آخره لازم موسى كما تفضلت من أطول الأنبياء قصصا وصبرا وجهادا ومصابرة ودعوة إلى الله عز وجل ومن أطول الأقوام تمرضا وعنادا وجهودا واستجبارا واستهزاءا همكم سيدنا موسى بني إسرائيل فلذلك نعم فلذلك لما نشوف الموقف سيدنا موسى يقف خطيبا في بني إسرائيل فمن الفصاحة ومن البلاغة يسأل قال هناك هو من هو أعلم منك على وجه الأرض قال موسى لا وهنا لم ينسب الفضل لله عز وجل وحضرتك دخلت في مدخل الواحد بيحطه إيده على قلبه فعلا اللي هو موقف العلماء والدعاء إلى الله عز وجل انتظر اللي عندك دمنا الله اللي عندك دمش بتاعك انت ممكن تكون محضر الدرس ومحضر الخضة ومحضر الحلقة ومجهز نفسك ولكن تسلم منك وممكن تكون مستمد على الله طالب العوم من الله أقمت الليل بينك وبين الله توسلت إلى الله لجأت إلى الله فتح الله لك من العلم اللي من خلاله احنا محتاجينه علم سيدنا الخاضر رضي الله عنه وعلى ربنا بيقولوا في القرآن وما أتيتم يعني وما أتيتم العلم ده من عند الله عز وجل وما أتيتم من العلم إلا قليل مش بتاعتي ولذلك علف حضاك الإمام الشفع ردان الله以上 كان الإمام الشفع بيقول كده يا ريتي الناس كلها تاخد العلم بتاعي وتنشره في الأرض ولا ينسب لي خيف من هذه الجزئية لأنه عارفنا عمد ربنا فعاوز يتجرب بالإخلاص في الدعوة مش هقول أنا فلان مش هقول أنا العالم الفلاني مش هقول أنا العالم الذي تتحطم عند المسائل وتضيع عند الأفكار وأنا العالم الذي لم تأتي الأرض بمثلها أو 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 إلى غير ذلك إنما العالم دائما وأبدا ينسب الفضل لله ويعلم بأن هذا العلم هبى من عند الله عز وجل فحينما وقف موسى بهذه الصورة وقال أنا أعلم أغل الأرض فأوحى الله عز وجل إليه بأن هناك من هو أعلم منك يا موسى كيف اللقاء مع هذا يا رب قال عند مجمع البحرين